موسيقى حياكم الله تحولات عميقة في المواقف وتصريحات يشهدها العالم تجاه الأزمة السورية التكهنات بشأن أسباب هذه التحولات عديدة منها ما هو مرتبط بالتطورات الميدانية على الأرض ومنها ما هو مرتبط بتصاعد موجات التطرف الديني التي بدأت تداعيتها تهدد المصالح الدولية عموما لم يعد التبدل في التصريحات يقتصر على المواقف السياسية للدول بل وصلت العدوى على ما يبدو إلى الحركات الإسلامية التي تعاظم نفوذها وحضورها بعد الاحتجاجات الشعبية التي ضربت العالم العربي مطلع عام 2011 يمثل الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة طليعة هذا التحول ففي أحدث تصريحاته الصحفية دع الغنوش إلى مؤتمر مصالحة عربية عربية يكون النظام السوري عضوا أساسيا على طاولته فهل هي تحولات عميقة في قراءة الغنوش للواقع العربي وهل تؤسس مواقفه لمراجعات فكرية وسياسية داخل حركات الإسلام السياسي على غرار المراجعات التي أجرتها جماعات إسلامية في مصر سابقا كيف يمكن قراءة هذه التحولات رسميا وشعبيا للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الأستاذ حمزة حمزة وهو عضو مجلس الشورى في حركة النهضة ومعنا أيضا من تونس السيد عبدالله العبيدي وهو دبلوماسي سابق وكذلك السيد زهير حمدي وهو من عام التيار الشعبي نرحب بجميع ضيوفنا وأبدأ معك سيد عبدالله العبيدي لنفتدح بداية هل هو بالفعل هناك تحولات باعتبارك دبلوماسي سابق تحولات في المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة السورية قبل أن ندخل على خط حركة النهضة وما إذا كان هناك تحول أيضا في المواقف للأحزاب السياسية التي كانت فاعلا فيما يعرف بالثورات العربية طبعا السلام عليكم طبعا الأحزاب السياسية تفاعل مع الواقع وترصد التوازنات وبتحول الواقع تتحول المواقف كذلك ولنا مقولة في تونس الحج وما بعده بالنسبة للنهضة مثلا قبل الحكم وكانت في المعارضة وأكثر من المعارضة في المهجر إلى غير ذلك كان عندها موقف لكن الآن بتجربة الحكم من المفروض أن تتحول مواقفها وأصبح تتعاتى مع كيانات دولة وعلى هذا الأساس تغير موقفها بتغير وقحها هي بنفسها كنذا وعموما نعرف التوازنات على المستوى العالمي والإقليمي إزاء سوريا وإزاء الوضع عموما في المنطقة العربية الوضع تغير وعلى هذا الأساس يقع تغيير المواقع والمواقف إزاء الأطراف المهيمة في الساحة السياسية حاليا سيد حمزة حمزة هل بفعل هو تغير في موقف الشيخ راشد الغنوشي وما إذا كان هذا الموقف يعكس وجهة نظر حركة النهضة أم أنه موقف لشخصية لها رمزيتها لها اعتبارها سواء كان على الصعيد الفكري أو السياسي بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أن الأستاذ راشد مواقفه لم يتغير فيها شيء منذ البداية نحن اعتقادنا أن الشعب السوري منذ انطلق كانت انطلاقته سلمية ثم بعد ذلك فرضت العسكرة ونحن كنا ندعو أن لا تعسكر هذه الثورة ولا تعسكر هذه الاحتجاجات ولكن فرضت بعد ذلك الواقع فرض شيئا من هذا يبقى الآن الأستاذ راشد الغنوشي في طرحه دائما يريد التوافقات ويريد المصالحة بين أطياف الشعب العربي حتى تكف الدماء وهذا هو الإطار العام الذي تنزل فيه موقف الأستاذ راشد الغنوشي يبقى أن الوضع الداخلي لسوريا فشعبه هو الذي يحسم هذا ليس لنا نحن فيه الدخل أن ننحاز من هنا أو هناك فنحن نعتبر أن الشعوب هي وحدها من يحسب مصيرها ومن يكون لها الموقف الواضح من العنظمة التي تحكمها في الإطار العام فموقف الشيخ راشد كان يتنزل في إطار التوافقات العربية من أجل التوافقات العامة ومن أجل كف الدماء هذا هو موقف الأستاذ راشد الغنوشي ولا أتصور أنه ينفذ إلى الواقع الداخلي السوري نحن نعتبر أن الديمقراطية والحريات وهذه أساس للتعايش لدى الشعوب مع ذلك فنتصور أن الشعوب وحدها من يحسم أمرها داخليا قبل أن أنتقل إلى الأستاذ زهير حمدي كان هناك على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي نوع من الاستغراب أو حتى بعض التهكم كما يقول البعض فيما يتعلق بالتبدل في موقف حركة النهضة تجاه الوضع السوري الآن جليت الموقف بحسب ما تقول أستاذ حمزة حمزة لكن دعنا نقرأ من خارج بيئة حركة النهضة لنطلع أكثر بالفعل ما إذا كان هو تحول أم في إطار سياق تطور داخل الحركة إلى ما هناك أستاذ زهير حمدي كحزب سياسي أنتم فاعلون الآن في المشهد السياسي التونسي ومراقب أيضا للحالة الإسلامية في تونس حتى قبل الثورة إلى الآن هل تعتقد أنه هو تحول بالفعل في موقف الشيخ راشد الغنوشي أم هو تطور في سياق يتجلى بحسب المرحلة أكثر فأكثر طالما كان هناك دعوة إلى ما يعرف بأنه تحقيق تطلعات الشعوب وخلق نوع من مناخ الحوار وهو ترجم إلى حد فيما يقال على الواقع التونسي بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا أعتقد أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ما الذي تغير حتى تغير هذه المواقف أعتقد أن الذي تغير هو المشهد برمتي المشهد ميدانيا في سوريا والمشهد الأقليمي والمشهد الدولي هذه حقيقة أعتقد تبنى عليه اليوم كثيرا من المواقف ورأينا أن حتى قوى عظمى أصبحت لها مواقف مختلفة تماما وأصبحت من دعاة الحل السلمي الذي طالما ندت به يعني كل القوى يعني الموجودة في المنطقة الموقف حركة النهضة يتنزل في هذا الإطار وهو موقف تقريبا ستتلوه ربما من كثيرا من جماعات الإسلام السياسي الذي جرب خلال الخمسة نوات الماضية والذي أعتقد أنه يتحمل هذا التيار برمته ما حصل في سوريا أعتقد أن هذا التبدل من حق هذه القوى أن تغير مواقفها في ظو تغير موزين القوى ولكن أعتقد أنه على هذه القوى أن تسأل ما الذي أوصل سوريا إلى هذه المرحلة الذي أوصل سوريا إلى هذه المرحلة على الأقل بالنسبة لنحن في تونس نتحمل جزء من هذه المسؤولية يتحمل الذين حكموا تونس إلى ثلاث سنوات جزء ولو بسيط من هذه المسؤولية إما بتسهيل تسفير الشباب أو بترد السفير السوري وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وكذلك احتضان مؤتمر أصدقاء سوريا والدعوة إلى أسقاط النظام السوري في تدخل سافر في شؤون دولة صديق وأعتقد أن هذه القوى هي التي ساهمت بشكل أو بآخر مثل ما ساهم حلفها في سوريا وفي المنطق وفي الإقليم وفي الدول المجاورة لسوريا على غرار النظام التركي وعلى غرار السعوديين والقطريين كل هؤلاء لهم مرجعية واحدة وطيار سياسي واضح بعينه هو الذي كانت له اليد الطولة وهو الذي يتحمل مسؤولية كبرى في الدمار الذي لحق سوريا لأن الذي لحق سوريا لم يلحق النظام السوري بقدر ما كان الهدف الرئيسي منه هو تفكيك الكيانة الوطني السوري وتفكيك الدولة السورية وتفكيك الجيش السوري مثل ما فوقك الجيش العراقي أعتقد أن هذه المجموعات قد انخرطت في لعبة دولية كان الهدف مطلوب رأس سوريا وليس رأس النظام السوري فقط ولكن أعتقد أن اليوم المشهد بات مختلفا تماما وهذا بالتأكيد يرجع أولا وأخيرا إلى صمود الشعب السوري وتحية إلى الشعب السوري وإلى صمود الجيش العربي السوري الذي قاتل في مئات الجبهات في مرة واحدة كما لم يقاتل أي جيش في التاريخ بمثل هذا الحجم ومثل هذه القوة واستطاع هذا الجيش أن يبقى متماسكا واستطاع هذا النظام أن يبقى متماسكا واستطاع حلفاه أن يدعموا من استطاعها أن يمسك الأرض وأن يصمد لمدة خمسة سنوات هذا تقريبا الذي أدى إلى تغيير هذه المواقف هو صمود الشعب السوري وصمود الجيش السوري وثبات القوى التي تدعم النظام السوري التي هي تدعم طبعا صديق وتعتقد أن الموقف الروسي هو في هذا الاتجاه لأنه هو أيضا صاحب مصلحة في أن لا يتمدد هذا الاقتبوط الإرهابي نعم جميل نحن نريد أن نقرأ على الأقل فيما يتعلق بتغير في مواقف الحركات الإسلامية على الاعتبار أنها تلعب دور كبير ولعبة أيضا فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية والتغيرات التي ضربت العالم العربي لو عدت إليك أستاذ عبدالله العبيدي لأسأل ألا ترى كما يقول البعض أنه نوع من الاختزال للمشهد المعقد في العالم العربي عندما تحمل أنت حركة سياسية فاعلة كالحركات الإسلام السياسية مسؤولية كل الدمار الذي ضرب العالم العربي وكأنها المسؤولة عن كل هذا دون الحديث عن كل الفاعلين الآخرين سواء كانوا محليين أو إقليمين وبالتالي دائما توجه ما يكون الاتهام موجه مسبقا تجاه هذه الحركات والشعور بأنها دائما هي محط ريبة وتساؤل أكثر من أنها جزء شريك في الحياة السياسية وتفاعلاتها الداخلية علينا أن نتجاوز هذه الخلافات ونتجنب التشظي حركة النهضة طورت أنا أشاطر الأخ زهير في تحليله لكن حركة النهضة بمجرد ما لامست الواقع غيرت مواقفها بسرعة نورية أكثر من حتى سرعة الصوت في تونس وساهمت في استقرار الأوضاع في تونس وهي بصدد المساهمة فيه بطريقة فعالة ونتمنى أن يتواصل هذا الفكر التوافقي على نطاق أوسع بالنسبة للمنطقة العربية علينا أن نتجاوز ونمد الجسور بين بعضنا البعض القوميين والحركات الإسلامية وأريد أن أؤكد هنا أن الحركة الإسلامية التونسية ليست بنفس الدرجة من التطرف وأقول حتى هي معتدلة بالنسبة وينسى بعضهم أن الأستاذ راشد غنونش هو فيلسوف وليس بالشيخ المتزمت فهو يتأقلم على الأوضاع وعلى كل حال نحن مثل ما قلت منذ حين بطريقة طريفة الحج وما بعده يعني بعد ممارسة النظام والاطلاع أو ملمسة إكرهاته أصبح يؤقلم مواقفه ومواقف النهضة وطور النهضة وله نظار كبير صلب النهضة كذلك حتى جعلها حزب مدني وأملي أن يقع مد الجسور بين الحركة الإسلامية في تونس والقوميين العرب لأنه أنا بالفترة لهذين البعدين وأن كنت دستوريا بورغوبيا أقوله لكن لهذين البعدين بالفترة وليس تفكيك سوريا في حسب وإنما الاتجاه هو لتفكيك العالم العربي بأسره والآن تتجاه النية ويتجاه العمل لفصل الشرق العربي على المغرب العربي لأنه قاعدين نشوف في الحلف ثم سوز أحلاف والالتحاق بحلف هو استفاف الآن علينا إقليميا أولا ساعة في داخل الدولة الواحدة والقطر الواحد أن نحاول أن ألف مواقفنا ثم ننطلق لنصرة إخواننا في سوريا ونحن نعرف سوريا أنها قلعة من قلاع النظال ثم خلافات داخلية وامتدت إلى الإقليم ونعرف أن بدون سوريا لا نستطيع أن نصنع السلم ونعرف مدى صنيع سوريا في دعم حركات التحرير في المنطقة العربية المفروض أن نحاول الآن ليس أن نحاسب بعضنا بعض أو نواصل في مؤاخذة بعضنا بعض لكن نحاول أن نصنع الحلول للاقتراب من مناعة تحقيق مناعة ترابنا وإعادة إقامة بلداننا يعني انطلقت في بداية الحديث من تطور في التجربة التونسية بشقيها سواء كانت كتجربة أحزاب سياسية ومرحلة ما بعد الثورات أو بما يتعلق بتطور حركة النهضة فكريا وسياسيا طالما أنه على رأس هذه الحركة هو ما سميته أنه الفيلسوف الشيخ راشد الغنوشي أريد أن أعود إليك لأسألك الحكيم أقول حتى الحكيم جميل الحكيم راشد الغنوشي سيد حمزة حمزة هل هو تطور في سياق طبيعي وبالتالي أنه ليس من العيب يقول البعض أن تكون هناك مراجعات معمقة تفضي إلى الاعتراف بخطأ ما قدرتكب أو تقدير لموقف لم يكن كان سليما من قبل حركة النهضة لأنها اتهمت في مرحلة من المراحل لأنها إن لم تساعد على تأجيج العنف في سوريا إلا أنها كانت منحازة بطريقة غير مقبولة وغير مطلوبة لأي شخص يبحث عن السلام والحوار داخل المجتمعات لأن القارئ في خطاب الشيخ راشد الغنوشي اليوم يرى إلى حد ما بالفعل في نوع من الاختلاف دعوة إلى المصارحة دعوة إلى المصالحة بخلاف الحدة التي كنا نشهدها في العام 2011 و2012 تفضل نعم أولا يجب أن نكون واقعيين نحن نسعى دائما إلى حرية الشعوب وإلى أن تمتلك الشعوب إرادتها وأن تملك الشعوب حريتها وهذا هو الأساس في وطن العربي للأسف الشديد عاشت هذه الشعوب ردحا من الزمن تحت الدكتاتورية وتحت الظلم لما جاءتها الفرصة نحو الحرية نحن ما زلنا نطمح أن تكون أثمان هذه الحرية يعني أثمان توافق أثمان مصالحة لا تكون أثمان دماء كبيرة ولهذا نحن منذ البداية دعونا إلى عدم عسكرة الثورة السورية وعدم عسكرة التحرك الشعبي السوري لا بد أن يبقى سلمي وأن يفضي إلى مصالحات أو مخرجات من أول بداية لكن الواقع نحن لم يكن لنا يد فيه ولم نكن قريبين منه ولم يكن لنا تأثير عليه تطور داخليا والكل يعلم والصور تعلم تشهد وكل ذلك يشهد في واقع سوريا الآن تطور فكر الأستاذ راشد الغنوشي وفكر حركة النهضة ومواقفها هو تطور نحو الإيجابة نحو التفاهم الأكثر نحن نريد أن يمر شعبنا بسلام وأن يثبت تجربته الديمقراطية ونتمنى ذلك لكل الشعوب من حولنا هذا هو الأساس الآن لا نتناسى لا نتجاهل أبدا الأثمان اللي يدفعها الشعب السوري الآن ملايين مهجرة الآن مئات الألاف وملايين تقتل في داخل سوريا سواء كان من هذا الطرف أو من ذاك أتصور أن هذه الأثمان غالية جدا وكبيرة جدا على الشعب السوري ونحن لا نريد هذا أبدا ولهذا أن يتنزل الآن موقف الأستاذ رجل غنوشي وموقف الحركة النهضة في نفس المسار الذي صارت عليه الحركة في داخل تونس يعني نحو التوافق نحو إعذار بعضنا البعض من أجل الخروج إلى تثبيت الدولة والقانونية المؤسستية نحو تثبيت الحريات ولكن مع وجود الاختلاف وهذا أمر طبيعي هذا تطور طبيعي جدا وموقف طبيعي من قبل الحركة وأريد أن ننبه إلى أن الترويكا لم يكن لها يدا في تسفير المقاتلين إلى سوريا هذا خطأ شاع وكثيرا من اتهم به والحقيقة أنا أتحدى أي شخص يأتينا بدليل ولم تكن وراء ترضى السفير السوري من تونس منفتح هذا موضوعا ولم تكن وراء هذا موضوعا طيب ليس اسمح لي اسمح لي أنا فقط أريد أن أقول لأن ورد في كلام المتدخل أنه نحن مساهمين من قريب ومن بعيد نعم أنا أقول لسنا مساهمين لأن الوضع كان هشا أنا ذاك ولم تكن الدولة قد اكتملت في ثباتها بعد الثورة الآن نحن نطمح إلى أن تقوم مؤسسات الدولة وأن ندفع نهو الحرية ونهو التصالح العام في المطلق جميل كما قلت في البداية أنه نحن لا نتدخل في شؤون غيرنا نعتبر أن الشعب السوري له الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصيره وفي تحديد من يحكمه لسنا نحن ولهذا نحن نريد كفكفة دماء العربية التي تسال أنهارا الآن ونريد المصالحات وفق التوافق ونريد الحرية وفق التوافق بين مختلف الحساسيات في الوطن العربي جميل جميل أستاذ زهير حمدي للأضوح نعم في تعقيب من حضرتك أستاذ عبد الله للأضوح أنا نحب أن أكد أن عسكرة ما سمي بالثورة أنا ذاك لم يكن سوري سوري لو لا تدخلت أطراف خارجية والنية لم تكن بالضرورة لتحرير الشعب السوري لأن الشعب السوري قادر أن يحرر نفسه بنفسه لأمور جيو استراتيجية لو سمحت لي أنا أريد أن أسأل بما أنه بدأت الحديث يعني ما مسؤولية حركة النهضة كان في هذا الفعل أنا ذاك باختصار ما لا أريد أن أطيل الانتظار عند الأستاذة زهير تفضل أنا لا أعتقد أن الحقيقة أنه مع تضامني وحساسيتي قومية عربية عموما أنا لا أعتقد أنه حتى لو نوت حركة النهضة أن تساند جيهة بعينها لم تكن لها إمكانيات المساندة إلا على مستوى القول ما كانتش فيه اللي ساندوا الفوضى وهدم أو تفكيك الدولة السورية هم أطراف أخرى أقوى منها لكل هم أقوى مهيمن أقوى منها لكل ودفعت حتى بشباب تونس لم تكن جيهة بعينها في تونس هي قادرة على الدفع بشباب تونس ربما كان لها موقف سلبي من نظام السوري لكن لم تكن قادرة على الفعل على الميدان ومن فعل في الميدان يعني طبيعة الأوضاع في تونس هي التي ساعدت في زيادة هذا الاحتقان الذي حصل في سوريا لكن لم يكن هناك أمر مقصود ولا تتحمل حركة النهضة كحركة بالفعل مسؤولية هذا الفعل هو ضعف الدولة في تونس في وقت ملوقات الدولة كانت ضعيفة ولم تستطيع تصدي لهذه المجموعات الإرهابية التي التحق البعض منها بسوريا الآن في مقاربتنا للمشهد الحالي أستاذ زهير لأنه لا أريد أيضا أن أغرق في التاريخ التاريخ مضى الآن نحن أمام استحقاقات عديدة وجديدة البعض يقول فيما يتعلق بالمشهد السوري انطلاقا من ما يمكن أن نسمي تبدل أو تغير أو تطور حتى في موقف حركة النهضة الآن في التحليل السياسي هناك اتهام يقال أن حركة النهضة تريد الآن ترى أن المناخ الدولي كله الآن يتجه إلى حل سياسي في سوريا لم يكن كالحل الذي كان يطلب أو يفترض أن يكون سابقا بالقوى العسكرية ومن هنا فإنه جماعة الإخوان تريد أن يكون لها مقعد محجوز على طاولة الحل السياسي لذلك يبادر الآن الأستاذ راشد الغنوشي وأنا بحسب ما أقرأ من بعض التحليلات لمحاولة ما يمكن منحه لجماعة الإخوان في سوريا هل تعتقدون أنه هو تغير حقيقي في موقف لمقاربة مختلفة لدى الشيخ راشد الغنوشي أم هي تكتيكات ومصالح سياسية لها أثمان تكشف عنها فيما بعد في اعتقال المهرولون يعني كثر اليوم بعد ما تبدل المشهد في سوريا وبعد ما تبدل المشهد الدولي والمشهد الإقليمي وتداعياته وارتداداته بالتأكيد حتى على الدولة الكبرى هي أصبحت لها مواقف مختلفة وأصبحت تنادي بالحل السلمي بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا وبريطانيا إلى دول الجوار كما تركي والأردن وغيرها أعتقد أن هذا بالضرور سوف يلقي بذلاله على كثير من الجماعات الإسلامية وأساسا جماعات الأخوان المسلمين وأعتقد أن حتى وجود الجماعات الأخوان المسلمين في سوريا على الأرض ميدانيين لم يعد لهم وجود يذكر يعني المجموعات التي بدأت يعني عسكرة الثورة السورية هي أساسا جماعات الأخوان المسلمين في سوريا بمختلف فصائلهم يعني أحرار الشام وغيرها من الفصائل الأخرى التي كانت تقاتل النظام في بداية التحرك في سوريا وأعتقد أن اليوم أصبحت اليد الطولة بيد داعش وبيد النصر وبيد العصابات التي هي أكثر تطرف من الجماعات الأولى وإن كانت تلتقي جميعا في حمل السلاح في رأي وفي اعتقادي أن السببين الرئيسيين هو الذي بدل كثير من هذه المواقف وسوف يبدل مواقف أخرى لا تتعلق بما يمكن أن تحجزوا هذه الجماعات من موقع في طاولة الحوار القادم أو في اقتصام السلطة في المستقبل في سوريا بقدر ما قلت أن السبب الرئيسي الأول أن الأمريكي والروسي قد اتفق وتوافق بشكل أو بآخر ولو لم يكن هناك اتفاق مكتوب ونهائيا بشأن التسوية السياسية السلمية في سوريا بوجود الرئيس السوري حافظ بشار الأسد هذا معطى رئيسي ومعطى مهم حينما يعطي الأمريكي تعليماته وأوامره إلى كثير من القوى الإقليمية وخاصة العربية أعتقد أنها تستجيب وسوف نرى حتى الموقف السعودي سوف يذعن في نهاية المطاف كما أذعن الموقف الأردني حينما جمد الجبهة الجنوبية وكذلك حينما تخلى النظام التركي عن المنطقة العازلة في الشمال يعني سوريا هذا عنصر مهم العنصر الأهم في اعتقادي إلى جانب لأن هذا ما كان ليتحقق لو لا قلت الإنجازات والمكاسب التي حققها الجيش السوري على الأرض والبارحة سمعت تحليل يعني عسكري تونسي متقاعد قال أن الجيش السوري أبدع فعلا في حرب العصابات وأبدع في قتاله لجماعات متفرقة على أكثر من أربعمائة جبهة أعتقد أن هذا هو العامل الحاسم والعامل المهم هو أن النظام والجيش والشعب السوري رغم المحن والجراح ورغم يعني كل الموارد التي بددت ورغم مناشتات ورغم يعني عدد الشهداء والضحايا والمهاجرين في المنافي وراء البحار فإن الشعب السوري أعتقد أن اليوم هناك بوادر يعني انتصار يلوح في الأفق وأقول انتصار وأصر على هذه العبارة لأن بعد هذه الجراح كثيرا من الناس يقولون أن ليس هناك انتصار إنما أعتقد أن اليوم يجب أن نكون وقعيين أن إنقاذ الدولة السورية مثلما ضيعنا العراق وضيعنا ليبيا وضيعنا كثير من الأقتار العربية نوشك أن نضيع سوريا لكن هذا الصمود هو الذي ثبت الكيان الوطني السوري وثبت وجود الدولة السورية وأعتقد أن الحفاظ على الدولة السورية وعلى الكيان الوطني السوري هو مطلب القوى التقدمية العربية ومطلب مهم جدا الحفاظ على الجيش السوري أيضا في المنطقة حتى لا أحرق المراحل في هذا النقاش الآن لدي فاصل إن شاء الله بعد الفاصل نكمل النقاش مع ضيوفنا بكل تأكيد سأعود إليك بكل تأكيد لنستمع لوجهة نظرك بعد الفاصل مشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نحييكم من جديد مشاهدنا نناقش في هذه الحلقة التحولات التي ترأت في المواقف السياسية لا سيما لدى الحركة الإسلامية تحديدا شيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة معنا طبعا الأستاذ حمزة حمزة عضو مجلس شورى حركة النهضة ومعنا أيضا الأستاذ عبدالله العبيدي دبلوماسي سابق ومن تونس دائما معنا الأستاذ زهير حمدي وهو أمين عام التيار الشعبي وأعود إلى الأستاذ حمزة لأسأل فيما يتعلق بما نقلته صحيفة المغرب التونسية بـ 29 سبتمبر عن زبير الشهودي وهو مدير مكتب الشيخ راشد يؤكد أن حصل لقاء ما بين الشيخ الغنوشي والإيرانيين وذلك بهدف الوصول لحل سياسي يحقن الدماء في سوريا بحسب ما يقول بداية هل بالفعل عادت سلة الوصل التي كانت منقطعة بين الشيخ راشد والإيرانيين ولطالما كان يعرف بشيخ راشد بأنه من ضمن الحركات الإسلامية هو من كان أكثر قربا من الحركة أو من الثورة الإسلامية في إيران أستاذ حمزة أستاذ حمزة عم تسمعنا لو عدت إليك أستاذ عبدالله العبيدي لأسأل فيما يتعلق بالتحولات الآن التي تجرى في المنطقة أو تجري في المنطقة تقديرك هذا التحول هل سينعكس لأنه كنت تتحدث عن محاور عندنا المحور على الأقل التركي القطري وإلى حد ما هو يشاطر رؤية الشيخ راشد الغنوشي في كثير من المواقف الآن في الموقف الجديد للشيخ راشد فيما يتعلق بإمكانية أن تصديف تونس مؤتمر للحوار ولمكافحة الإرهاب ويقول أنه لا مانع أن يكون الرئيس السوري أحد أعضاء هذه الطاولة طالما نتحدث عن مصالحة ومصارحة عربية عربية هل هذا يعكس موقف لدول قريبة من خط الشيخ راشد أم أن نوع من التطور فقط مرتبط بالشيخ لا يمكن أن ينعكس على محور متمثل به في المنطقة وظهرت حقائق جديدة تركيا الآن بدأت تشعر بالخطر عليها وبدأ الأرهاب يطالها وبدأت الحركات الكردية تتحرك ورأت تركيا كيف قواء غربية أصبحت تمد الأكراد في العراق مباشرة وليس عبر السلطة المركزية في بغداد بالأسلحة الثقيلة وبمعدات وأصبح الأكراد يكتسب تجربة عسكرية وارتبط الأتراك بالأكراد العراقيين بالأكراد الأتراك وأصبحت تشكل كتلة من 40 مليون أصبح الكثير يتحدث من القوى المهيمنة في أوصات غربية على تكوين دولة كردية وهذا بالطبع لا تقبله الدولة التركية هذا من ناحية من ناحية ثانا شفنا أن أردوغان ضعف في الآونة الأخيرة انتخابيا ولم يتوفق إلى تشكيل حكومة وعموما قطر أصبحت معزولة شفنا كيف في زمن سابق قبل بضعة أشهر المجلس التعاون الخليجي تركها جانبا وأصبح يتعامل في بعضه إلا ما أذعنت إلى بعض شروط المجلس التعاون الخليجي ثم تغييرات أنا على العموم أريد أن أشاطر الأخ زهير في حماسه وأنا أحيي استبسال واستماتة الجيش العربي السوري في الدفاع على أراضيه لكن بالأساس الحل خارجي الحل جاء في إطار محاور ونحن اليوم نعيش ويجب أن ننتبه لذلك ونحن نشترك في الرؤية أخ زهير يعني لكلنا قوميين عرب أنا شخصيا على الأقل وجينا لا يفرق بين القومية العربية والإسلام عموما وثم نوع من يالتا الآن ثم نية ومضي في تقسيم العالم العربي إلى شطرين يعني نصف الشرقي ونصف الغربي والساحل والصحراء مستهدف وأمريكا مع دول يعني ذات خلفية استعمارية الآن تركز في ثقلها في المنطقة متاعنا وما دخول تونس إلى هذا الحلف إلا بداية في هذا يعني ثم بريطانيا ثم فرنسا التي ماضية في معاداتها للعرب ثم يعني ربما إسبانيا في وقت لاحق وألمانيا تتحرك باتجاه روسيا الآن ثم يالتا جديدة يجب أن ننتبه لهذا والمهم أن العرب تدخل في ثقافتهم ثقافة سياسية بتاعهم الحوار ليس من الغريب دعني أتلقف هذه الكلمة لإلتا حضرتك أستاذ العبيدي وهي أنه ينبغي أن نكافح هذا المخطط بالحوار وهو دعوة أصلا وجهها شيخ راشد الغنوشي وقال أنه هي أمر ضروري الحوار العربي لحقن الدم بالتالي نعم هي عربي عربي طاولة حوار أو مؤتمر عربي عربي للحوار لو عدت إليك أستاذ حمزة بما أنك الآن تسمعنا بشكل جيد كنت سألتك أن فيما يتعلق بشيخ راشد الغنوشي تاريخيا كان يعرف بأنه قريب جدا من الرؤية الإيرانية في كثير من الملفات حتى أنه كان قريب فكريا البعض يقول من فكر الثورة الإسلامية في إيران الآن يستغل هذه العلاقة الجيدة تاريخيا لإعادة بناء الجسور بين العالم العربي وإيران البعض يتساءل هذه الخطوة التي أكدها زهير الزبير الشرودي وهو طبعا مدير مكتب الشيخ راشد الغنوشي يؤكد أنه حصل لقاء لصحيفة المغرب طبعا بال29 سبتمبر جمع الشيخ الغنوشي مع بعض الإيرانيين وهو كان الهدف الوصول إلى حل سياسي في سوريا لحقن الدم في سوريا أريد أن أسأل هل من معلومات ربما تستطيع أن تمدنا بها حول هذا الموضوع ابتداء الحقيقة لا أملك معطيات كثيرة جدا عن هذا اللقاء فلقاءات الشيخ راشد الغنوشي متعددة متتالية لأملك ولكن أقول أن الفكرة العامة التي يملكها والتي يريدها الشيخ راشد الغنوشي هو الدعوة إلى حق دماء المسلمين وحق دماء العرب من أجل التوافق ومن أجل الخروج إلى حل سلمي هذا هو الأساس ومن أجل أن تصل الشعوب إلى حقها في العيش الكريم وحقها في الحرية وحقها في بناء دولتها هذا هو ما يريده الشيخ راشد الغنوشي وما يدفع إليه وبأقل الأثمان وبدون الصراع الدموي الذي يفتح المجال مفتوح للتدخل الخارجي والتدخل الأجنبي كما هو حاصل الآن في سوريا أطراف عديدة تكاد تكون القضية تخرج من أيدي اللاعبين الأساسيين دعني أستفد منك مرة أخرى سيد حمزة لأسأل فيما يتعلق ما إذا كان معلومة ربا أو تحليل باعتبارك عضو أساسي في حركة ضهضة الشهودي اللي هو طبعا مدير مكتب الشيخ راشد يقول لنفس الصحيفة أن هذه المشاورات التي أجرها الشيخ راشد مع الإيرانيين لم تكن مطلقا فقط بدوافع ذاتية وإنما كان أو سوق لهذه الفكرة الشيخ راشد لدى أنظمة ودول تربطها علاقات جيدة مع حركة النهضة بحسب ما تقول الصحيفة التي تجتهد الصحيفة وتقول أن المقصود بها تركيا وقطر بمعنى وكأن الشيخ راشد يمد الجسور بناء ربما على إشارة أو تماشيا مع رغبة أيضا تركيا قطرية بهذا الخصوص هل يمكن أيضا أن يكون هذا التحول ربما في تقديرك أم أنه فقط هو اجتهاد شخصي للشيخ راشد قد يكون على كل حال هذه المعطيات لا أملكها ولا أتصور أن زبير أيضا يملكها ولكن ليست هناك معطيات دقيقة بالضبط هل الشيخ راشد يقوم بهذا دور ولكن أنا أتصور أن تفكير الشيخ راشد مبني على هذا الأساس مبني على الدعوة كما دعا في التجربة الليبية إلى التوافق إلى حقن الدماء إلى عدم فتح الباب إلى التدخل الأجنبي فأيضا دعا أيضا في مصر إلى هذا الأمر وهو يدعو في سوريا إلى هذا الأمر وأتصور أن إيران لعب أساسي في المشكلة السورية وفي القضية السورية ولا أتصور أنها لا تكون معنية بهذه الدعوة ولابد إذا كان هناك أي تحرك تحت أي منطلق لابد أن يمر عبر الإيرانيين ولهذا أن يلتقي الشيخ راشد برموز إيرانية أو بأطراف إيرانية وأن يتحدث عنها فهذا أمر طبيعي لماذا نصد الباب ونحن ندعو إلى الحوار وندعو إلى حقن الدماء هذا هو الأساس ربما يتنزل موقف الشيخ راشد تحرك الشيخ راشد في هذا الأجدار أن يكون يجسر بين أنظمة أو بين أناس أو بين أطراف هذا قد تكون نتيجة طبيعية ولكن ليست هناك تكريف واضح أو شيء معلوم جميل علما أن الشيخ راشد لا يملك صفة رسمية وإن كان يقود حزب حركة النهضة وهي جزء أساسي الآن من الحكومة لكن دعني أسأل الأستاذ زهير حمدي تقديرك أستاذ حمدي هل يمكن للشيخ راشد برمزيته التاريخية وبالاتهام الذي صدرته في بداية الحديث حول حركة النهضة وأثر إلى جانب حركات الإسلام السياسي في الوضع في العالم العربي أن يلعب مثل هذا الدور إذا كانت تتهم سابقا في الهدم هل يمكن الآن أن يرهن عليها في الإعمار أعتقد أن الخمس سنوات هذه وما رأته هذه الأمة من مآسي ومن دمار ومن خراب بدأت الجماهير العربية ترى بصيص من الأمل أن إمكانية تجاوز هذه الانتكاسة أو الكارثة التي حصلت تلت خمس سنوات من ضياع الأوطان وخرابها بدأت هناك بوادر للأمل أنه يمكن أن نخرج من هذه الأزمة وخاصة أن الظرف الدولي وأن المتغيرات الدولية والنظام العالمي الجديد الذي قد بدأ يتشكل منذ مدة خاصة بعد ما حصل في سوريا اليوم قد أحدث نقلة نوعية في عملية الفرز هذه المرحلة قد أفرزت ما أفرزت وقد حصل فيها فرز سياسي حقيقي هناك قوى نعتقد أنها منخرطة في صميم المخطط الذي استهدف الأمة وأن هناك قوى تسعى وتحاول أن تدافع عما تبقى منها وأعتقد أن هذا الفرز التاريخي هو الآن أصبح أمر واقعا من الصعب جدا في اعتقادي أن تكون جماعات الإسلام السياسي وليس موقف إديولوجيا إنما هي هذه الجماعات التي صنفت نفسها على مختلف مشاربها في المنطقة قد أساءت وقد أذرت كثيرا من العراق إلى السعودية إلى مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى كثير من الأقطار العربية الأخرى إلى اليمن هذه الجماعات أعتقد لم تدخل مكانا إلا وتركت أثرا سلبيا فيه ولا أعتقد أن لها القدرة على البناء ولكن أعتقد أن المستقبل هو الذي سوف يفرز حتى وإن كان هناك تغيرات نتيجة هذه الظروف نتيجة المعطيات الجديدة فأعتقد أن المستقبل وحده كفيل بأن يعطي هذه الأجوبة ولكن في نهاية المطاف أود أن أقول أن الذي يعول عليه فعلا هم القوى التي حقيقة في تناقض رئيسي مع المشروع الاستعماري وفي تناقض رئيسي وجوهري وتاريخي مع المشروع الصهيوني وفي تناقض تاريخي وجوهري مع المشروع الرجعي هذه الجماعات موضوعيا أتخدمت المشروع وإن لم تنخرط فيه ميدانيا وقتاليا إنما موضوعيا هي قد انخرطت بوعي أو بغير وعي منها في هذا المشروع وقد أدت دورا سلبيا في الأمة خلال هذه المرحلة الفارطة خلال خمس سنوات الفارطة وأعتقد أن سوريا خير مثال وخير شاهد على ذلك لأن الذين يقاتلون الجيش السوري بالضرورة ليسوا علمانيين وليسوا يعني مسيحيين أو ليسوا يعني جماعات أخرى من السيخ أو من المجوس هم في نهاية مطاف من جماعات الإسلام السياسي على مختلف تلميناتهم من الوهابيين يعني إلى الأخوان المسلمين وما بين هذين الفصيلين من فصائل أخرى لو عدت إليك يا سيد عبدالله العبيدي لأسأل تجربة تونسية كانت تجربة على الأقل البعض يقول بشفافية كانت رائدة فيما يتعلق بالتحول من الثورة إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة تكون تناسب تطلعات الشعب التونسي وبالتالي لابد من محاكاتها في بلدان أخرى لأن الشيخ راشد على الأقل يقال أنه يحاول أن ينقل هذه التجربة لبلدان أخرى في الحالة السورية هل هو يحاول أن يفعل ذلك في الحالة السورية وإذا كان يحاول هل يمكن تطبيق أو نقل هذه التجربة لأن كل الدول العربية تقول أنه هي أصحاب خصوصيات لا يمكن لتجربة أن تنتقل إلى تجربة أخرى على الأقل ثقافة الحوار الشيخ راشد إذا كان تونس وصلت إلى هذه المكانة المتقدمة التي نالت استحسان ورضاء بعض الملاحظين السياسيين لأن الأطراف الهامة الفاعلة في المشهد السياسي قبلت بالحوار فيما بينها بحيث الحوار هو أساسي اليوم لسنا في وارد أن نحاسب بعضنا بعض اليوم الشيء بغيره غيره يعني الأنظمة تغيرت في العالم العربي كلها وأصبحنا أمام وضع جديد والمفروض أن نطور كذلك مواقفنا ولا نحتفظ برواسب الماضي المهم بالنسبة لكل الحساسيات السياسية على امتداد أرضنا العربية أن العرب ليسوا فاعلين في الواقع اليوم اليوم الإيرانيين الأتراك الغرب ونحن كعرب بين كفات الرحا المفروض أنه إذا كان نعيد ترميم المنظومة الإقليمية ونقترب من بعضنا بعض على اختلاف ما شاربنا حتى يكون لنا وزن أن نكون ترف في هذه المعادلة وإلا ستذهب ريحنا يعني اليوم روسيا مسكت بالعروة الوثقة في الشرق العربي ولم تترك مكان مستقبلا إلى أمريكا وحلفاها ومن واجب أمريكا لأنها لا تريد مغادرة المنطقة أن تنتقل إلى المغرب العربي وسوف نبقى نرزح تحت نير الاستعمار باختلاف أشكاله اليوم لم يبقى لنا بديل سواء الدخول في حوار مثل ما حصل في تونس ونقول أن النهضة على هناتها إن وجدت فهي الترف الذي دعم هذا الحوار والآتلاف لأن حزب هام في تونس مهما كانت نويانا في السياسة أصوات والسياسة وزن وبوزنها النهضة أثرت في المسار الذي نعيشه في تونس اليوم والذي هو نال استحسان الداخل والخارج شميل يعني تراهن على إمكانية نقل هذه التجربة لو أريد أن أسأل الأستاذ حمزة قبل الحديث عن نقل هذه التجربة إلى أماكن أخرى دعني أسأل فيما يتعلق بالحركات الإسلامية ابتداء هذه الحركات لطالما كانت حركة النهضة تمثل نوع من التطور حتى داخل حركات الإسلام السياسي تاريخيا وليس حديثا والشيخ راشد كان يمثل مظلة أكبر بكثير من الوضع التونسي له هل يمكن أن نجد هذا التحول أو التطور في حركات الإسلام السياسي أخرى تعيش حالة من الأزمة المعمقة الآن والتناقضات حتى الداخلية وأقصد هنا ربما في مصر في بعض المناطق الأخرى شيء طبيعي الحركات الإسلامية هي من رحم الشعوب العربية وهي من رحم الواقع العربي عانت من الاستبداد وعانت من القهر ومن السجون ومن العذبات ولابد أن ترتقي في فكرها وفي تطورها إلى سماحة الإسلام وإلى الحرية وإلى بناء الدولة وأن تتعايش بطبيعة الحال مع هذا الرحم الذي أفرزها لا شك في ذلك فأنا أتصور إذا كانت حركة النهضة متطورة في فكرها تبحث عن التجديد تبحث عن الإجتهاد في التعايش مع الفكر المعاصر ومع الديمقراطية ومع التوافق وهذا لا شك أننا نبحث بكل جدية وما زلنا نبحث في تطوير حزبنا وفي تطوير فكرنا والبحث عن أن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب ونأمل أن حركات الإسلامية أيضا تطوق إلى هذا وهي تبحث عن هذا الفكر النير فقط أنا أريد أن ألاحظ ملاحظة صغيرة إلى الأخ زهير أرجو أن يتخلص من هذا التاريخ المظلم من الكرهية ومن التأويلات وهو إفراز واقع مرير من صراعات سبقتنا يعني تلك أمة قد خلت الأصل فيها أن لا نريث هذا الأمر لأن الخلافات كثيرة جدا علينا أن نضع الأيد في اليد وأن نأمل بالخروج بهذا الشعب العربي الذي طهد والذي نهبت خيراته والذي فرق والآن ليس فرحا كبيرا تتدخل روسيا وليس فرحا كبيرا تتدخل أمريكا وليس هذا أصلا مما يعزنا أبدا الذي يعزنا هو أن نقف مع بعضنا كعرب أولا ثم كمسلمين ثانيا وأن نفتح صدورنا لبعضنا البعض وأن نضع أيدينا وأن نكفكف الدماء ونقف على طاولة واحدة رغم الجروح فهذا هو الأساس أستاذ زهير إذن على الأقل هذه الدعوة التي وجهها لألك الأستاذ حمزة ويقصد على ما أعتقد حتى كل الأحزاب القومية واليسارية التي ترى على الأقل عداء إديولوجيا تجاه حركات الإسلام السياسي أن نتخلص من هذا الإرث من العداء ونفتح صفحة جديدة تلك أمة قد خلت ونحن أمام مرحلة جديدة أمام استحقاقات عديدة وتحديات تعيشها الأمة من عدة جهات هل في تقديرك الآن المناخ السياسي والاجتماعي وحتى المستوى الثقافي التي تعيشه الشعوب والأحزاب تحديدا يملك من القدرة والشجاعة بالفعل على أن يتجاوز كل هذا الماضي بإرثه الثقيل ويتشه إلى بناء المستقبل ساعدا بساعد ثق وتأكد يا أخي العزيز أننا كقوميين وكناصريين في تونس وفي الوطن العربي لا علاقة بالماضي الذي حصل منذ خمسينات والستينات القرن الماضي بين جماعات الأخوة المسلمين وجمال عبد الناصر هذا تاريخ وسوف التاريخ هو الذي يحكم على تلك التجارب ولا تلزمنا في شيء ولكن الذي يعنينا هو اليوم إذا كانت الخمسة سنوات الماضية هذه من الماضي البعيد ومن الإديولوجيا فهذا أعتقد أنه ليس من الحكمة في شيء الذي حصل في تونس ونحن تعرف كجابة شعبية وكتيار شعبي من فقدنا فقدنا قياداتنا وزعمانا نتيجة تحت حكم من؟ تحت حكم هؤلاء أيضا فقدنا شارتنا ليبيا كدولة وككيان يعني وطني منذ خمسين سنة من المسؤول على هذه الخسارة؟ هذه الجماعات أعتقد هي التي كانت تقود الدولة الليبي وهي التي خربت ليبيا بتعاون قطري تركي وكانت في مقدمة هذه الجماعات جماعات الأخوة المسلمين من الذي خرب مصر وأوصلها إلى ذلك المازق أعتقد أن هذا حصل سنة 2012 و2013 ومن الذي خرب سوريا هل خربتها قوى أخرى؟ أعتقد أن هذه القوى إذا كان هذا التاريخ القريب الأخ يقول أنه تاريخ ماضي بغير ليس حجة على مستقبلنا وعلى حاضرنا اليوم أعتقد عن أي واقع نتحدث نحن لا أعتقد أن هناك عاقل في هذه المرحلة التي الأمة في أحوج ما يكون فيها إلى وحدة كل القوى ووحدة كل أبنائها من أجل مواجهة الأعداء ومن أجل مواجهة المشروع يعني الصيوني والاستعماري ولكن للأسف الشديد وبكل مرارة أن الإسلام السياسي ما زال إلى غاية هذه اللحظة أداة في يد القوى الاستعمارية يوظف بشكل أو بآخر على اختلاف تلويناته وعلى اختلاف ايديولوجياته فالإسلام السياسي كان ولا زال إلى اليوم ونأمل أن يكون هناك تبدل وتغير حقيقي في هذه القوى لأن هذا جزء من هذه الأمة وهم أبناء هذه الأمة نتمنى أن يعودوا إلى أمتهم وأن يتعذوا من التجارب الماضية وأن يكونوا وطنيين ويكونوا مخلصين إلى أوطانهم قبل أن يكونوا مخلصين إلى مرجعيات دولية ومرجعيات أخرى أقليمية لا علاقة لها بقضايا الأمة ومستقبلها طيب سيد عبد الله العبيدي في ظل هذا المناخ الآن شاهدنا نوع من الحوار ما بين إسلامي وما بين قومي ناصري أريد أن أسأل تعتقد أنه في مناخنا العربي في ظل كل هذه التحديات هل في الإمكان بالفعل أن نتجاوز كل هذه الاختزالات والرؤى التي تحكمها إلى حد ما بأمانة البعض يقول أنه نوع من الإديولوجيا يعني هي تحكم في تحليل الأحداث ورؤيتها للأحداث ومقاربتها للأمور في ظل كل هذه هل يمكن بالفعل لخلق مناخ من الحوار يتجاوز كل هذه التبعات ويراهن على تحديات على إمكانية حلها مستقبلا تعاسة شعوبنا التعاسة التي تعيشها شعوبنا الآن لا تحلها يعني لا تزيلها الإديولوجيات فالسياسة في بعض الأحيان تلتحق قوانينها بقوانين الفيزياء نعم أمامنا ناس مهجرين ناس جوعة ناس كذا أنا أريد أن أطلق أود أن أطلق من هذا المنبر شعار هل يجب أن نتغير لنتقارب أو وجب بالأول أن نتقارب لنتغير إذا كان بقى كل في ركنه فلن نتقارب لأنه لن نتغير لأن التقارب هو اللي يسمح لنا باش نتألف ونتعرف على حقيقة بعضنا البعض ونحاول أن نصلح من أنفسنا ومن بعض البعض بحيث الشعار هو التقارب للتغيير وليس التغيير للتقارب اليوم الوطن العربي في حاجة لنا كلنا بإسلاميين ويساريين ودستوريين وكل الحساسيات السياسية بحيث المطلوب هو العمل المشترك على إخراج أمتنا وشعوبنا من هذه الورطة الورطة من هذه التعاسة لحيث أنا أعتقد أن كل الجهات لأنه نحب أن نقول حاجة أخرى ما يميز الوضع العربي وما يأخذه بعضنا على بعض هو ارتباطنا بجهات خارجية لنتمركز على الذات ولنركز على مشاكلنا داخليا ونحاول أن نعبي قواتنا الداخلية وأن نستثني عربي ولا مسلم على أرضنا ثم نمضي لحل مشاكلنا لأنه كلهم اليوم اليساريين كانوا مرتبطين بمراكز مقدساتهم خارج الأرض العربية الإسلاميين خارج الأرض العربية في وقت من اللوقات أو على الأقل جزء كبير فيها العرب كذلك لنتجاوز هذا لأنه العرب يعني إعادة التمركز على الذات والبحث عن القواسم المشتركة أشكرك كل الشكر طبعا الأستاذ عبدالله العبيد لأنه لم يتبقى لذلك وقت كل الشكر لك ديبلوماسي سابق كنت معنا من تونس نشكر أيضا بطبيعة الحال الأستاذ زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي والأستاذ حمزة حمزة عضو مجلس الشورى في حركة النهضة وكلهما كان معنا من تونس وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر